وأقولها الآن أمام قناة التغيير نعم وأمام الإعلام لن ننتظر حلا سماويا ولا ننتظر حلا من ما موجود في العملية السياسية بهذه الطريقة حلا لأن يخرج العراقيين إلى نفق تكاد تكون معدومة الظلام فيها لا أستاذ أتكلم بصراحة وأقول ما حصل اليوم سيحصل غدا في منطقة أخرى وفي مستشفى آخر وفي مكان آخر ما حصل في الناصرية منذ سنة ونص ومنذ مظاهرات تشريم سقوط أكثر من 150 شهيد وجرحة قلتها وعاتبوني عليها كيف تضخم الأمور في وقت من الأوقات وحصل زعل وسوء علاقة بيني وبين كثير من القيادات السياسية وقتها قلت لهم أن هذه الحقيقة الناصرية وذيقار قضية محافظة حساسة عليكم أن تهتموا بها سقوط هؤلاء الشهداء والجرحة في هذه المحافظة هي ليست اعتباطاً هناك مشكلة يجب أن نلجأ إليها ونحلها سواء كان المشكلة السياسية أو إدارية أو عشائرية أو اجتماعية أياً كان وعندما أفصحت عن الأرقام وعندما أعطيت للإعلام الأرقام الصحيحة لمظاهرات تشريم قامت القيامة عليك كيف أنت تنتقد هكذا المجاميع السياسية وأطراف